السلام عليكم طلاب في هذا الفيديو رح نشرح مادة هاك البيعنات و رح ناخد موضوع الدبل و نكمله عند كملة الفيديو السابق رح نكمل الدوال الخاصة به بالفيديو السابق شرحنا الدالة شرحنا عن شن الدبل و شن الفرق بينه و بين السنجل و شرحنا 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 نسوي دالة لكريايت الخاصة بالدبل حسا اليوم رح نضيف أقدة بالبداية عندي هذا هسا دبل بي فرست بي لاست و اريد اضيف أقدة هنا بالبداية فراح نسوي اسم الدالة اسمها void و اسمها insert at begin طبعا هذا الاسم كيف كنت قلون تتحكمون به البراميط الخاصة به هنا مثل ما قلنا بالفيديو السابق node star و مات كافي ممكن هنا node star last ها هي البراميط الخاصة به رح نسوي عقدة بالبداية فراح نقول نسوي اول شي خطوة انشاء عقدة جديدة رح نقول edge تساوي a new node و نسوي cn x ها مثل ما متعودين ساريها سابقا و رح نقول edge للإنفو تساوي x هس انا انشاءت اخذة جديدة من نوع double ها احطها اسمها edge جيد حسنا حسنا انها صارت الاولى لازم اول شي اربطها بالعقدة معتي اربطها بالسلسلة فاش راح نقول طبعا انت تعرفون انه هذا هو هذا هو R-Link وهذا هو L-Link موانتها فاش راح نقول اول شي يجب ان نربطها بالفرست فاش راح نقول edge لل L-Link تساوي فرست فاش راح نقول اقلنا edge لل L-Link هذا ال L-Link موانته فاش سويناها ربطناها لازم ال L-Link لازم اربط ال R-Link لازم اربط ال R-Link لازم اربط ال R فارس ربطناها بالفرست جيد هسا هنا صارت ربط بالفرست هسا لازم اربط ال فيرست بها لازم اربطه ال فيرست هجي نسوي فالح اقول انه ال فيرست لل L-Link المؤشر الايسر مهتة راح يربط يساوي H فانها فارزة منقوطة وانها فارزة منقوطة هنا انشان اكو نل ان الناحي ينشال النل بما ان هاي صارت ملعقدة الاولى ورح يصير هنا فلازم اقول لي لعد انه ال H ال L link مالتها يساوي نل هسا يعاني هنا حد الان ربطت وحولت النل هسا ايذن صارت ال H مربوطة بالعقد وصارت هي اول عقدة حد الاني لم اصارت اول عقدة فلازم احدد انه لازم هي اول عقدة هي اصر ال H انه لازم ارجع مؤشر ال first ارجع ال هنا هنا انه بخطوة واحدة بسيطة نقول لي انه ال first تساوي H وبهاي الطريقة ربطت العقدة الجديدة بالعقدة المالتنا الكاملة وحولنا ال first وصار النل بها نرجع معيها مرة اللاخ سوينا نيو نود سوينا cn ال x ودخلنا ال H صارت عندي هنا X اذا لازم اربطها بالعقد ارجع اربطها من جهة اليمين بما انه هي هذا ال R لنك معانتها راح يربط بال first وال first L لنك معانتها راح يربط بال H بما انه هي صارت العقدة الاولى اذا اصار اكو نل منها اذا نمسح هذا النل اللي هنا ونجيبه هنا فاقول لي اذا الجهة اليسرى المؤشر الايسر ما لل H لازم يساوي نل اذا اقول لي H يساوي نل ورح اقول لي احرك المؤشر الرئيسي اللي هو ال first حرك المؤشر الرئيسي وهذه الأقضة ستصر هي الأقضة الاولى فاقول لي first تساوي H ونسد القوس ونجي نعرف نقول INETX ونود هذه تعاريف الخاصة بالدالة هذه هي دالة اضافة اقضة في البداية هسا ناخد دالة ثانية اشلون انضيف اقضة بالنهاية ثواني رجع للمرة ثانية للمرة ثانية اضافة اقضة بالنهاية لدي هذه الأقضة هذه اسمها first وهذه اسمها last وهذه اخر اقضة بالنهاية سوف اضيف واحدة هنا سوف اضيف واحدة اقضة هنا سوف نقوم بعمل خطوة سوف نسميها void طبعا لما عدي مخرجات سوف نسميها insert at end بالنهاية والبرامتر المواتي نفسهم node star first ثابت ثابت ونود star last هذه هي المواتي الآن سوف نقوم بعمل خطوات انشاء اقضة جديدة بالاخير سوف نقوم بعمل خطوات انشاء اقضة وصف cn x و h x هذه هي خطوات انشاء اقضة سواء انشاءناها بالدول سواء انشاءناها بالسنجل حسنا ما هي البرنامج عن طريق الستراكك سورا حرناها بالفيديو السابق حسنا لابدت الآخدة وهذه المواتي وهذه المواتي و close نعم بترفع شيء اربطها من جهة اليسار اذا سنقول هذا هو L وهذا هو R سنقول L H لللنك هاي L هاي لنك راح يساوي اذا ربطنا ال هاي اذا سنمسح النظم وهذا يجب أن نربط الـ Last بالـ H فأقول لـ Last للـ R الـ R يساوي H فارزة منقوطة الآن ربطت الـ L الـ H وربطت الـ Last بما أنه شدنا النظم منها وهنا هاي اخر اقدة اذا النظر سيرتبط بالنظر إذا الـ H للـ R راح يساوي 0 جيد وهذا هاي ربطناها بس بوقت شغلة واحدة انه الـ Last بعد العقدة القبل الأخيرة لازم هاي يصر الـ Last إذا سيتحرك هذا المؤشر اللي اسمه Last سيتحرك ويصر هنا عن طريق خطوة بسيطة واللي هي اللي نقولها Last تساوي H ونصد القوس انتهت هاي الدالة نرجعنا عدة مرة الآخة سوينا هاي خطوات وانشاء أقدة جديدة وهنا هاي ربطنا الـ L الـ H لا تتري عن طريق الـ L ربطناها بالـ Last قلنا لـ H للـ L يساوي Last بعدا ربطنا الـ Last عن طريق الـ R في الـ H فقلنا Last للأر لينك يساوي H بما أنه النل صار هنا إذا نقلنا H للأر لينك راح يساوي 0 ها هنا فارزة ونقوطة وآخر شي حركنا المؤشر الرئيسي اللي اسمه Last حركنا للأقدة الأخيرة حتى يصر هي الأقدة الأخيرة وسموناها Last يساوي H باقي هنا نقول Inet الـ X هيتعريف ونود ستار الـ H وهنا خلصنا الدالة الثانية اللي هي الدالة لإضافة أقدة في النهاية بعد تبقى دالة بسيطة واللي هي دالة Display الشامح نساوي Display للإنفو الموجود بالعقد فراح نكتب هنا دالة لعرض الإنفو الخاص بالعقد طبعا هنا نكتب بين قوسين Double يعني خاص بموضوع Double حسنا نسمى هذا اللي اسمه HumVoid من المساوي هذا سوي شيء بس دا أعرض اسمها Display وهميا بها باراميترز نود نود ستار الفيرست و نود ما ستكفي هنا نود ستار لاست ها هي البراميتر زمالتي نفتح قوس خاص بها حسنا نريد أعرض المحتويات الخاصة بالإنفو الموجودة بالعقد لازم أسوي طبعا عندي مؤشر الفيرست يعني راح أحتاج مؤشر يمر على كل الأقد بما أنه مؤشر الفيرست ومؤشر اللاست ما يتحركوا من مكانهم فلازم أسوي مؤشر مساعد فنسمي هذا المؤشر مساعد يسمي K وراح نقول K يساوي فيرست إذا أنا عندي مؤشر مساعد صار اسمه K وهذا K سيساوي فيرست يعني هو موجود على العقدة الأولى راح نقول راح نقول أنه نساوي شرط الوائد فنقول الوائد كي لا يساوي نو إذن ساوي لي نفتح قوس سنقول لسي آوت للكي للإنفو وكي تساوي كي لل آر لنك سأرسم لكمها حتى تشوفوها ونسد القوس جيد سأرسم خطوة خطوة سأقول هاي هي الفيرست هاي هي الفيرست مونتي مرتبطة جهة من الجهتين بعقدة ثانية وهذه العقدة همين مرتبطة العقدة ثالثة وهنا عندي ارتباط بعقدة أخيرة هنا أكون وهنا أكون وهذه هي اللاست إن أنا أنا ساوت سويت مؤشر مساعد سميتها كي لكي يساوي فرس إذن الكي راح يجي هنا بمثل بمع أنه قتلة ويلا يساوي نال سي آوت كي للإنفو ويحرك للكي إذن الكي ماذا سيحدث هو بشرط الـ중يج أقول لكي يساوي لاست يعني سيأتي الكي هنا هذه خطوات أخرى سأكتبها بالقلم الأزرق سأقول هنا سأصبح كي بعد أن أقول لهم أقول لها كي لا يساوي نول لأن لدي نول من الجهتين عندي هاي نول وعندي هاي نول لكن هنا سيتغير سيتغير هذه الخطوة بدلاً ما أقول لكي يساوي كي للر لنك سأقول لها كي يساوي كي للل لنك يعني الجهة اليسرى إذا كي رح يتحرك هذا الكي رح يتحرك من هنا ويأتي يمشي ما يصير هنا هاي صارت بالعكس طبعاً هذا السؤالي نحل بطريقتين فأما أقول لي كي يساوي فرست وأمشي على الر لنك أمشي للجهة اليمنى أمشي الكي من الجهة اليمنى للجهة اليسرى أمشيهيش على الطريق اليمين أو أقدر أقول لي الكي يساوي لاست أخلي هنا وأمشي على جهة اليسار بالر لنك لنك وهاي تمشي هنا هذا الكي هنا مشى بالر لنك لأنها قال لنا أكون سؤال يكون محتمل لأنه لازم أطبع المحتوى بالعكس أطبعها من الأخير للبداية أو من البداية للأخير فنمشي على هاي الطريقتين لما نقول كي يساوي فرست أو كي يساوي لاست ونحل بالطريقة لما أمشيه من جهة الر لنك لما أمشيه من جهة الل لنك لن تهي الفيديو أتمنى استفادة الجمهنة لن تهي الآخر لن تغيبق ويغمون وضع